وبالتالي كان يجب أن أرد هذه ماضي بالنسبة لي أنا الآن أتحدث في عمق هموم الشعب الفلسطيني منذ سنتين وأقول أنه يجب ويجب وأطرحت كثير من المبادرات لا يريد لأنه لا يريد أن يرى رأياً آخر ولا يريد أن يرى شخصاً آخر غيره ولا يريد أن يرى فتح القوية المتمكنة المتماسكة وبالتالي سأكون طبعاً سيكون موقفي ضد هذا المنهج الذي يدمر فتح ويقمع الآراء الشخصية فتح ياسر عرفات رحمه الله لم يقمع المنشقين اللي قصفوه في حصار طرابلس وأبقى على رواتبهم حين كنا في غزة وحين سألت يوماً يا أخب عمار المنشقين اللي قاتلوك وقتلوك وقتلوا أبناء فتح تدفع لهم رواتب قال يا محمد تعلم درس هذه الرواتب حق لأسرهم طب يا أبو مازين بتبطع رواتب الناس المجرد ما يكتب لك على الفيسبوك كلمتين وين سايرة؟ في البلاد الواق واق مش سايرة ونحن لن نسلم لا نسلم بذلك لأنه كل هذا الجيل ونحن ذاهبون والحالة الفلسطينية وفتح باقية بدل ما تترك ثارات وأحقاد اترك أمل للناس سيخلدك التاريخ كما خلت ياسر عرفات أما إذا تركت وأنت في هذه الحالة من الأحقاد اقتحام مخيم الأمعري قسرات بفلان فصل فلان من منصبه طرد فلان من السفارة جيب واحد موالي في سفيراً لا يسوي شيئاً في مكان هذه الطريقة لا تستقيم وإن مشت عشر سنوات الشعب الفلسطيني مل وبالفلاحي قرف حياته إذا لا نقدم له حلول صاحب هذه الحلول قلنا حماس وأبو ماذن في أن يوحدوا الحالة الفلسطينية لذلك مصر جاءت وقالت وحدة فتح لتكون قوية لكي تستطيع أن تتفق مع حماس وبالمناسبة حماس فكرت أيضاً وترجمتها بطريقتها الخاصة المبنية على عقلية التامر أنه الفكرة أنه يوحده فتح لمهاجمة حماس زمن الهجوم والانتقام والويلات تجاب كل الويلات علينا لذلك لا نريد أن نقول من أخطأ ومن أصاب أولاً نداوي جراحنا ثم نعود مرة أخرى لنتعاتب هذا هو المنطق الذي أتحدث فيه وهذا المنطق الذي يؤيد الآلاف من أبناء فتح إذا سألت أبناء فتح تسعة وتسعين وتسعة في المية في المية يقولوا مع واحدة فتح إلا عشرة يعتقدوا أنه فرصتهم أنه محمد دحلان خارج مستغلين خلافي مع أبو مازن فبقول لك إحنا بناخد الكعكة يا أخوان فيش كعكة وأبو مازن يعتقد أنه إذا خلص مني بيعتقد أنه يعني بكون الأمر ممتاز والأمر أمان بس مش هلاقي كعكة برده في نفس الوقت وبالتالي لا ولم نسمح لأحد بأن يضعنا في مستقبل مجهول وإذا اعتقد البعض أنه بستطيع يفرض أمر واقع لا أبناء فتح لن يسمحوا بذلك وأنا سأستمر في قتالي من أجل فتح ومن أجل وحدتها ومن أجل استعادة قوتها ومتانتها طيب عشان بس جاوبت على السؤال عملا بقواعد الشفافية السؤال اللي سألته هم يسألونه أيضا بأي صفة يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحمد دحلان سؤال الشفافية تقتضي أنا لا ألتقي مع الرئيس بصفتي أو لم ألتقي مع الرئيس بصفتي أنه أنا مسؤول في السلطة ولم ألتقي مع الرئيس لأنني لدي أشياء سرية أنا لدي قدرة محدودة للمساعدة في بعض القضايا التي أنا متطلبات في فترة ما في ظل ظروف التي مرت فيها مصر وقلت واجبي وعملت واجبي وانتهى الأمر أما أن ألتقي بكل القيادات المصرية أن يكون محظورا ليش؟ ليش المناسب يعني؟ لأننا إحنا مش قاعدين في دولة مستقلة اسمها الولايات المتحدة الأمريكية وتسعى تسير عبر البروتوكول لا لا هذه تقاليد جرت العادة أن يلتقي الأخ أبو يهد والأخ أبو جهاد بكل الشخصية العربية دون أن تصبح مثارا لسيناريوهات متعددة الأخ أبو مازن التقى في عهد ياسر عرفات رحمه الله التقى بكل الرؤساء والتقى حين كان مختلفا مع ياسر عرفات والتقى مع كل هؤلاء المسؤولين وكان يتقاض منهم أولا ومساعدات وهو مختلف مع ياسر عرفات يعني بلاش طيب بس تعتقد أنه هيستخدم هذا التعبير يعني اللي هو من الأفضل كل من له خيط يعني من الأفضل له أن يقطعها يقطع هذه الخيوط وإذا لم يقطعها حنقطعها إحنا يعني هل يمكن أن يصل أبو مازن إلى هذه الحالة من التهديد بقطع الخيوط لا معلش مات ببعض الأشخاص مع دول إلا إذا كان عنده يقين من أنه لأ في تدخل وفي إملاءات وفي ضغط عليه لا لا أو أن يكون لديه أحلام من بعض الدول ووعود أنه ما تهملهم روح ضد هذه الدول وما تهملهم إحنا وراك مثلا لكن أنا أعتقد أنه يعني الأولى تقطع العلاقة في التنسيق الأمني قبل ما تقطع الأمور هذه تنسيق الأمني مع إسرائيل الأولى أن تقطع الخيوط الإسرائيلية في مكتبك في خيوط الإسرائيلية في مكتبه في كل مكان الفرق بينما فترة ياسر عرفات رحمه الله أن كان هناك اتفاق سياسي قائم على ثلاث عناصر وأعمدة الاقتصادي والسياسي والأمني ياسر عرفات رحمه الله يأمرنا بالعمل الأمني للحفاظ على الاتفاقيات السياسية يأخذ مقابلها إنجازات سياسية واقتصادية طبق الاتفاق مش مقايضة لكن اليوم أخي وائل أنا سأكون سأأخذ دورك الآن في هذه المقابلة ماذا تبقى من السلطة وللسلطة في الضفة الغربية من اتفاقيات انتهت نتنياهو أنهىها ودمرها وقتلها يدخل في وسط رمالله ويقتل ويدمر ويخرج يدخل في نابلس يفتش ويخرج يحاصل القدس ويمنع ابناءها من التواصل مع ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لم تبقى جريمة وطنية إلا وارتكبتها إسرائيل ونحن نقول أو أبو مازن يقول التواصل